أجرى محافظ كربلاء المقدسة والأمين العام للعتبة العباسية المطهرة جولة ميدانية على مشروع ردهة المصابين بكورونا في مستشفى الهندية العام برفقة عدد من أعضاء مجلس إدارة العتبة المقدسة ورؤساء أقسامها فضلا عن عدد من مسؤولي أجهات الحكومية لقضاء الهندية من أجل الاطلاع على سير العمل والآن بشكل واضح عمل جيد ورصين وسريع وليل ونهار وطبعا أكيد هذا هو يستحق شعبنا ويستحق جماهيرنا وإحنا بالنسبة أنه دائما نرى أن هذه الآلية العمل الفريق العمل الواحد آلية العمل المشترك آلية هذا الإسناد الكبير من قبل سماحة السيد والعتبة طبعا أكيد إلى دور كبير بحماية المجتمع وحماية المواطنين من كل الأزمات مرفق صحي آخر في محافظة كربلاء تنفذه ملاكات قسم الصيانة الهندسية في قضاء الهندية الذي يعد جانبا من الإسهام في دعم الجانب الصحي وملاكاته كبادرة تكافلية لرفع الإجراءات الوقائية لينجز في فترة قياسية بغية إدخاله الخدمة في ظل التفشي وباء فيروس كورونا رفع نسب الإنجاز وإعطاء زمن قياسي لإنجاز هذه الردرة الحياة الثالثة إن شاء الله في مدينة كربلاء وزيارة السيد المحافظ والأخوة في دارة الصحة لهذا الموقع وجاء لشد أزر الأخوة في قسم الصيانة الهندسية كوادر العتبة العباسية ضمن سلسلة الجولات والزيارات التي يجريها الأمين العام للعتبة المطهرة برفقة الوفود والمسؤولين من الجهات الحكومية للمشاريع التي ينفذها خدمة أبي الفضل العباسي عليه السلام جاءت هذه الزيارة لبناية ردهة إنعاش المصابين بوباء كورونا في مستشفى الهندية العام التي ستفتح في القريب العاجل